موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة التعليم والمتطور وحلقة جديدة النهاردة وحنشرح الفصل التالت من سكتاشف كيشي وان للترم التاني وهو من اين يمكنني الشراء علو نبدأ مع بعض ونشوف من العنوان ده هنفهم ايه ان احنا هنشتري حاجة مهمة لنا وحاجة مش مهمة يعني ايه كنا نتكلمنا في الترم الاول في الاحتياجات والرغبات وعرفنا ان في حاجات مهمة لنا واساسية في حياتنا وما نقدرش نعيش من غيرها وحاجات تانية ممكن نستغنى عنها زي ايه؟ عرفنا ان الفكهة والخضروات والطعام عامة ده مفيد لصحتنا وان الجسم مش هيقدر يقف ويبقى سليم من غير الفكهة والخضروات مفيش حد يقدر يعيش من غير اكل صح؟ طيب وايه كمان؟ وعرفنا كمان ان الماء برضو مهمة لحياتنا وما يقول ان الماء والماء هي المصدر الاساسي لكل الكائنات الحية من انسان ونبات وحيوان يبقى عرفنا ان الطعام والشراب مهمين جدا واساس في حياة اي كائن حي طيب بالنسبة للالعاب مهمة ولا اه مش مهمة؟ هي بيبقى عندك دايما رغبة ان انت تشتريها وتلعب بيها صح؟ لما بنروح اي محل ومنلاقي العاب طبعا بنبقى وفرحانين وعايزين ناخدهم ونشتريهم بس احنا لو ما اشتري نهيش بتأثر على حياتنا؟ بتضرر صحتنا؟ لأ طبعا يبقى دي رغبة يبقى الحاجات اللي ما بتأثرش على صحتنا وما بتأثرش في حياتنا دي من الرغبة كمان الكمبيوتر في وجوده والموبايل والتابلت والحاجات دي كلها من الرغبات اللي برضو عدم موجودها ما بيأثرش على صحتنا وعلى حياتنا يبقى احنا دوقتي عرفنا الفرق ما بين الاحتياجات وما بين الرغبات كل الحاجات دي احنا بنشتريها صح؟ بنشتريها منين؟ تعالوا الاول نشوف اول شيء عندنا في الكتاب مكتوب الرغبات والاحتياجات ضع دائرة حول المنتجات التي تلبي الاحتياجات وضع مربع حول المنتجات التي تعبر عن الرغبات احنا قلنا عايز دائرة حول المنتجات اللي هي الاحتياجات ومربع حول الرغبات فأول حاجة هنا في الرغبات عندنا مين هنلاقي المربع رايح على القطر اللعبة اللي هو من الرغبات اللي احنا نحبها هنجد تبقى موجودة بس مش متأثر على حياتنا زيها زي العروسة دين طيب لما جي حط دايرة حطها على مين برافو عليك حاجة على المية وقال لك دي من الاحتياجات الأساسية في حياتنا كمان حط على العيش وإيه كمان إيه ده دراح يحط على الحزاء ليه احنا حطينا على الحزاء ليه دايرة لان الحزاء دا بيحمي رجلنا فبيحمي جسمنا ومفيش حد يقدر يمشي من غير ما يحمي رجله من الارض صح لان احنا لو مشينا من غير الحزاء رجلك ممكن تتعور وتتبهدل من الايه اي حاجة موجودة على الارض طيب يبقى احنا الحزاء دا من الحاجات الأساسية كمان قلنا من الطعام اللي موجود وبنحتاجه اللي هو الفكاء والخضروات كمان الولد دا لابس لبس جميل كده وحلو فاللبس برضو من الحاجات الأساسية اللي بتحمي جسمنا من البرد ومن الحر والتراب وحاجات كدير جدا فيش حد يقدر يعيش من غير ما يلبس ويولا ياكل يبقى دي الاحتياجات الأساسية اللي موجودة في حياتنا طيب احنا قلنا من اين انا اشتري فالشرة دا واحد بتحتر ان انت تنزل تروح مكان تشتري منه طب لا الشطار بقى لما بيروحوا مع ماما اي مول او اي محل روح تشتري منه بتعمل ايه لازم يبقى فيه قواعد انك تعملها ايه القواعد دي؟ يعني تصرفات الشطار بيعملوا تصرفات صح والناس والاطفال اللي مش كويسين اللي احنا ما بنحبهمش طبعا كلكم شطار بيعملوا تصرفات ايه مش كويسة واحنا مش عايزين نعمل تصرفات مش كويسة الاطفال الشطار المفروض يعملوا ايه؟ اول حاجة نمشي هاديين نمشي هاديين وما نمسكش اي حاجة من على الرفوف شايفين الولد دا بيمسك لا احنا مش عايزين كده دا تصرف غلط طبعا ما حدش يعمل كده يبقى نمسكش اي حاجة ونمشي هاديين ما نبقاش بنجري وما نتكلمش بصوت عالي الولد دا عمل بيزعي ازاي؟ لا طبعا ما نعملش كده دا تصرف مش صح يبقى نمشي بالراحة ما نمسكش حاجة نتكلم بصوت واطي مع ماما وما نخبطش في اي حد وإحنا ماشيين من الناس اللي جنبنا يبقى وانت ماشي تاخد بالك جدا لك ما تخبطش في الرفوف ما تخبطش في الناس ما تمسكش حاجة عشان ما توقعهاش وتتكلم بصوت واطي مع ماما طبعا الشطار كلهم بيعملوا التصرفات ديا وهما ماشيين مع موتهم في السوق تعالوا بقى نشوف في الشيط التاني اللي موجود بيقولك انظروا الى سلوك كل طفل وضع دقيرة حول الاطفال الذين يظهرون سلوكا مهزبا سلوك مهزب يعني الاطفال اللي بيسمعوا الكلام وبيمشوا تبع القواعد اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده وقلنا انو المفروض كلنا نتباحا لما نروح نشتري مع ماما فبيقولك هتحط علامة X على الاطفال اللي بيعملوا اللي هيعملوا سلوك غير مهزب طب البنت اللي مسك ايت باباه وماشي بتسمع الكلام دي بنوت ايه دي بنوت شطرة فهنحط لها دايرة كمان في ولد هادي كده ووقف جنب مامته وما بيعملش اي حاجة برضو ده تصرفه سليم والبنت برضو وقفة تتكلم مع مامتها بالراحة ما فيش اي مشاكل ما بتعملش دوشة الولاد دول كويسين وتصرفاتهم سليمة ولا لا تصرفاتهم سليمة فاحنا عملنا دايرة حواليها طب تعالوا بقى شوفوا الولد اللي ورا دا بيعمل ايه الولد دا عمال يجري احنا اتكلمنا النجاري في الملات وفي المحلات صح ولا غلط لا غلط دا اول تصرف طب البنت اللي وقفة دي بتعمل ايه عمالة زع شايفين صوتها عالي ازاي واخنا قلنا الصوت العالي غلط في المكان الولد اللي عمال التالت اللي تحت دا بيعمل ايه عمال يعاية فده كله تصرفات غلط طبعا احنا هننصحهم انه ما يعملوش كده لان الحاجات دي المفروض ما نعملهاش ودي سلوكيات غلط طيب هو بيقولك بقى هنا عايزين الشيط اللي بعد كده عايزين نعد السلوك الصح ونعد السلوك الغلط فعالوا شوفوا هنا عندنا كم سلوك صح عندنا دايرة واحد اه اتنين تلاتة فاحنا عندنا كده كم تلات دواير يبقى تعالوا نعدهم قلنا تلاتة تلاتة بتكتب ازاي فاكرين طيب والسلوكيات الغلط اللي احنا عملنا عليها علامة اكس كام ادي واحد اتنين تلاتة يبقى احنا عندنا تلاتة غلط وتلاتة صح ايه ده يعني احنا عندنا ارقام متساوية يعني ايه يعني فيه تلات اطفال تصرفوا تصرفات غلط وطلات اطفال تانين تصرفوا تصرفات صح يبقى احنا عندنا مجموعتين متساويتين. مجموعة الاطفال التصرفات الكويسة ومجموعة الاطفال التصرفات الخطأ. يعني لما نيجي نجمع المجموعة دي والمجموعة دي هيدينا ايه? هيدينا رقم كام? يلا نبقى نجمع كله على بعضه. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. يبقى المجموعة بتاعهم ستة. يبقى احنا عندنا ستة اطفال في المكان. اه احنا كنا تكلمنا عن شبكة المفردات. واخدنا المصطلح ده قبل كده في اكتر من حلقة. النهاردة هنكمل ونقول شبكة مفردات لعملية ايه? الشراء. احنا بنروح نشتري. بنشتري منين? بنشتري منين? بنروح لمين? بنروح للجزار علشان نشتري? برافو عليكم هنشتري اللحمة. وبنروح فين? بنروح الصيدلية علشان نشتري مين هي? برافو هنشتري الدواء. وبنروح كمان للبقالة والسوبر ماركت عشان نشتري الجبنة واللبن. وبنروح كمان لمحل الالعاب علشان نشتري الالعاب بتاعتنا والكتب واللقلام. صح? طيب. يبقى دي اسمها شبكة مفردات الشراء. طبعا في حاجات تانية ومحلات تانية انتو ستشطار بقى تعودوا مع ماما وتعودوا تعرفوا ايه هي المحلات التانية ونحكي فيها. الشيط اللي بعد كده بيقول اين يمكنني التسوق. واصل بين المنتج والمتجر الذي يناسبه. احنا كلنا شطار وعارفين. اول حاجة قدامنا هنا مين? هنا. دي لحمة. واللحمة بنجيبها منين? بنجيبها من عند الجزار. اللي هو مين? اللي تحت ده. طب اللي بعد كده في عندك العروسة دي. اه بعد كده عندك الخضار والفاكهة واحنا قلنا بنجيبها من عند مين? عند بتاع الخضار او محل الخضار. عندك بعد كده ده اسمه ايه? بالنسبة للحوم وبالنسبة للخضرة والفاكهة اسمها طعام. اسمها طعام. طيب. بعد كده جيبنا العروسة دي بنجيبها من محل الالعاب. وزيها جيبنا مين? القطر من محل الالعاب. ودي اسمها اشياء للطرفيه وللعب. يعني احنا بنستخدمها لللعب والطرفيه. طب الحاجة دي من الاساسيات اللي هي الاحتياجات ولا من الرغبات? برافو عليكو احنا قلنا ان اللعب والطرفيه ده من الرغبات. اللي احنا نحب بها بس وجودها عدم وجودها ما يقصرش آآ على حياتنا وما يقصرش على صحتنا. طب عندنا حاجة كمان اللي هي ايه? الملابس اللي هو البنطلون دوا والتيشورت. الاتنين دول من الملابس ومن الاساسيات ولا من الرغبات? برافو هي من الاساسيات او من الاحتياجات الاساسية اللي بتحمي جسمنا. هنيجي نشوف اللي بعد كده اللي هي الادوية ومستحضرات التجميل بنجيبها من الصيدلية وده بتبقى علاج وده طبعا اساسي ومن الاحتياجات الاساسية في حياتنا. اللي بعد كده شايفين اش سورة اللي قدامكو دي عبارة عن ايه? برافو عليكو دي ترابيزة. الترابيزة دي بنصنعها ازاي? دعالوا نحكي الحكاية. شايفين? الترابيزة دي عشان تتصنع? بيجبوها من الشجرة دي. طب هي شبهها? لا هي مش شبهها. طيب هي ازاي وصلت من انها كانت شجرة? باق الترابيزة. احنا اتكلمنا في الكزء اللي فات من الفصل اللي فات ان فيه النبات والحيوان اساسي جدا في حياتنا. ليه? لان بنصنع منه حاجات زي الملابس وزي الخنفسة لما جات تصنع الكبعة بتاعتها او الطائرة بتاعتها قاعدة تدور في شنطتها على حاجات موجودة. لاقت ان هي معاها خيش ولاقت معاها قماش ولاقت معاها آآ ازازة بلاستيك. فالحاجات دي كلها حاجات تم تصنعها من النبات والحيوان. فالحاجات دي ان عندنا الترابيزة على سبيل المثال عايزين نشوفها ازاي تصنعت وبقت ترابيزة كده. المادة بتاعتها ايه? من الخشب. طب الخشب احنا بنجيبه منين? بنجيبه من الشجرة. والشجرة دي بتعمل فيها ايه? بيجي واحد يقطعها زي ما انتم شايفين جدا ويطلعها خشب. وبعدين واحد مهم جدا اسمه النجار. بيستخدم شوية ادوات وبياخد فروع الشجر ده وبيقعد يقطعها بالمنشار ويدقها بالشاكوش وبالمسامير وبيزبطها بحيس ان هي تبقى شكلها بالمنظر ده. بتعالوا نشوف الشيط اللي بعد كده بيقول كيف ان نصنع المنده ده. هو بيتكلم على ان ازاي آآ زي ما احنا قلنا الترابيزة دي بتقطع الشجر وبعد كده بالنجار ياخدها ويطلعها لنا ترابيزة. طب هو بيعمل ايه? وبيستخدم ايه? فطبعا احنا قلنا الحاجات اللي بيستخدمها. اللي هو الخشب اللي جاي من الشجر. تاني حاجة اللي هو المنشار عشان يقطعه. والشاكوش علشان يدق بيه ويبدأ يركب الخشب ببعضه ويعملوا حتة واحدة. طب بيستخدم المقاص? لا طبعا ما بيقدرش المقاص ما ينفعش يستخدمه ولا القماش ولا البلاستيك. طب هو كمان بيقول رتب الخطوات اللي النجار بيعملها علشان يطلع لنا الترابيزة الجميلة دي. فاول حاجة بيعمل ايه? بياخد المنشار ويقطع ايه? فروع الشجر ويزبطها. وبعد كده بيعمل ايه? بيبدأ يدق بالشاكوش والمصمار علشان يعمل اذا يركب الاجزاء الخشب في بعضه. وبعد كده بيدهن للترابيزة بلون او بيديها آآ لمعة علشان آآ يبقى شكلها جميل. خلاص يبقى دي الخطوات الاساسية علشان نعمل آآ الترابيزة. نقف لحد كده وهنكمل آآ المرة الجاية ان شاء الله. آآ اتمنى تكونوا فهمتوا الجزئية دي. آآ ويلا بدأوا احلوا في شيتات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.